طبعاً هنا وجود برناندو سيلفا في الحتة دي تعديل ده برضو رسالة تانية إن جورديولا بدأ لماتش غلط أو بدأ بتلاتة خمسة اتنين في النهاية لما غيرنا 4-3-3 قدر في وسط التعديل حتى رغم إنه بدأ ولما نزل أكانجي رجعت الأربعة زي ما هي الدنيا رجعت طبيعية ومن غير فلسفة من جورديولا المعتادة تحرر تاني برناندو سيلفا ووجوده في المكان الصح بعد ما كان الشوت الأولاني هو الصغرى اللي كان بيلعب عليها أرسنل وساكا كان كل الكورات التحامات ما بينهم المشتركة واحد على واحد أو 1v1 زي ما الإنجليز بيكسبها وبيكسب بيلبسوا بلغة الكورة إنزارات آخر حاجة بس عندنا في الآخر لقطة هاتوا السؤال اللي بعدها برضو نفس القصة أما تبص هنا الجاب يا كريم بص جابريال أوتف بزيشن وعايز يلعب عايز يمشي بالكورة كتير وهو اللي يبني الهجمة مش دوره أبداً باعت كل البعد عن خط الدفاع الأول أو خط الدفاع الثاني وسط ملعب ملحق شنو يرد بالتالي تسبب في الهدف بشكل مباشر وأعتقد أن أهداف أرسنل كمان يعني أنا بقول لك أن لعب المباراة الأفضل لكن الهدف الأول والثاني هم هدايا من أرسنل السيتي هدف الأولاني غلطتهم ياسو بشكل مباشر هدف الثاني جابريال أوتف بوزيشن بيلعب الباص بص هنا عايز يبص الباص هلن طبعاً واخد المساحة في ظهر المدافعين بوس دي بروينا وبرناندو سيلفا لما تحرر واقف فين فالتالي قدروا يضغطوا ويعملوا ضغط عالي وغلطوا أرسنل في الوقت مهمة جداً براو قدروا أن هم يفوزوا معنا لقطة تانية أعتقد أقول لك كده خلاص ها خلاص طبعاً الكورة هنا في ظهر المدافعين راح بوزيشو موضوع انتهب موضوع انتهب الوحش تحرك خلاص اشتركوا في القناة